الدكتور مصافة مدبولي حد فراثه انها تخلص ان احنا نخرج والنهاردة الدكتور مصافة مدبولي في الجلسة دي بيتكلم على ايه انه اللي جاي بنوك ومطارات واتصالات بنوك ومطارات واتصالات هتيجي تقول لي مطارات يعني ايه اقول لحضرتك الاخوة في المملكة العربية السعودية خدوا 10% من هسره 10% منه فاللي حصل ده شي عظيم ادي العيش لخبازه ادي العيش لخبازه وارجوكو ما تطلعوش من اليمين وتخشوا من الشمال يعني ما تطلعش من الفنادق النهاردة وبكري عليك راح بتبني انت فندوق كدولة ما تبنيش فنادق تاني انت ملكش دعوة انت مسهل انت ميسر انت ريجليتر انت بتحط قوانين انت بتشجع الناس انت بتجيب كفاءات زي حشان طلعت مصطفى وتقول لهم تعالوا يا جماعة خشوا معايا هاتوا فلوس من بره دخلوا دولار في البلد اعملوا انجاز اعمل ادارة عظيمة اعمل شيء جميل حسن لي بقى السياحة حسن لي مظهر الفنادق في مصر هل رأيتم شكل الفنادق في دبي؟ هل رأيتم شكل الفنادق في المملكة العربية السعودية؟ هل رأيتم شكل الفنادق في قطر؟ احنا محتاجين قفزات لسه وقدامنا وعندنا بقى عما تبقى فنادق على البحر في اسكندرية فنادق على النيل في أسوان فنادق على البحر في البحر الأحمر انت عندك جنات مش جنة واحدة فانت محتاج في هذا الوقت الحركة اللي بتحصل دي ارجوكم يا جماعة لا تتوقفوا وربع أزمة النافعة ما هو انت دلوقتي بتبيع ليه؟ لانه في أزمة اقتصادية طيب حول بقى هذه الأزمة إلى شيء نافع عظيم اخرج فلتخرج على فكرة يا جماعة انتو عارفين دلائي من سنين طويلة يجب أن تخرج الدولة تماما من كل المشاريع وتروح تدرس تجيب كفاءة زي هشام طلعت عندك بقى في الفنادق دي ايه؟ هد عندك حامد الشياتي عندك حسام الشاعر عندك ساويرس عندك أسامي كبيرة عندك فنادق كتير خد الفنادق اللي عندك دي وديه للمستثمر ده قطاع خاص القطاع الخاص ده شيء عظيم مش حاجة أبيحة مش حاجة وحشة كلنا 75% من البلد بتشتغل قطاع خاص أنا سعيد جدا عايز أشوف الخروج من الاتصالات عايز أشوف الخروج من البنوك عايز أشوف الخروج من مطارات مش خروج كامل يا عم ادخل دخل ناس معاك وعلى فكرة بعد شوية في الشركة اللي انت عملها دي تعال يا عم شاب خد نسبة زيادة كبر انت كبرت كبر نفسك شغل اعمل السياحة تنتعش القطاع الخاص ينتعش الدولة وهي شريك تنتعش كله ينتعش انما لغاية النهاردة بالوضع اللي احنا فيه ده الدولة مش بتنتعش والقطاع الخاص مش بينتعش والدرائب مش بتنتعش والجمالك مش بتنتعش والسياحة مش بتنتعش اخرجوا ويرحمكم الله شي عظي يعني انا معنى هال